ستبقى الحال سيأخذ أبعاد أكثر هذه العمليات التي نتحدث عليه ستبقى هي الرسائل التي ترسل وهي الأدوات التي تفعل ضد إيران طالما هناك عدم انفراج في قبول الشروط التي تفعل داخل عملية البرامج النووي ومفاوضاته الجارية مع توقف الجولة التاسعة يعني تعلمون جيدا أن هناك خلافات شديدة عندما نتكلم عن صراع سياسي داخلي داخل إيران هناك منظومة عديدة وهناك أكثر من جهة تحكم ولكن القرار يبقى للنهاء إلى المرشد علي خامنة الذي يتخذ القرار وباقي الأجهزة تعمل على التنفيذ هناك حالة استخدمت قب في الجولة السابعة وتحديدا قبل انتخاب إبراهيم رئيسي عندما اتخذ مجلس الشورى القرارا من قبل عضائه في منتصف عام 2020 يعني قبل الانتخابات الإيرانية التي حدثت في حزيران الماضي وهي أن تلزم المفاوض الإيراني وتلزم المفاوضين في اجتماعات فيينا بعدم الخروج عن الثوابت الإيرانية وثانيا الالتزام بعدم إعطاء بعض المرونة والتنازلات في المباحثات والثالثة الحفاظ على موضوع التخصيب للوران ويعتبرونه كسبا ذاتيا إلى إيران هذه المساحة وهذا التعقيد أو هذا التقيّد الذي التزم بها الوبد المفاوض في رؤية اعتبرها وهذا طبعا من شرعه ومن كان وراءه ودعمه هو حزب المحافظين أو المحافظين المتشددين الذين ماذا فعلوا قيدوا في حينها وهذا أنا أتكلم هنا على الصراع السياسي عندما نقرأه داخل المنظومة الإيرانية لكي نصل لماذا ستتصاعد حدة المواجهات والعمليات الاستخبارية وعمليات الاغتلاف في الداخل لنرجع إلى الرؤية السياسية التي لم تكن ستراتيجية ولم تكن بعيدة ما إنما كانت آنية لتحقيق غايات داخلية داخل ألوقة النظام الإيران وهي الدفع لكي تكون هناك عملية إفشال لحسن الروحاني ومحمد رجوع الضريف الذي كانوا مشرفين على عملية المفاوضات الجارية حين ذلك في جولتها الأولى إلى السادسة ومنعهم من الوصول إلى اتفاق لكي يدفعوا بأن يكون إبراهيم رئيسي هو مرشح لرئاسة الجمهورية والذي سيعمل كما توقعهم كما كانوا يعملون على أن يكون توقيع الاتفاق في بداية تسلمه إلى رئاسة إيران وأن هذا لم يحدث لأننا نرى أن كيفية التعامل وإظهار عدم سياسة التي كانت قصيرة المدى وتطورات والأبعاد السياسية التي حثت والتغييرات السياسية في المنطقة إقليميا ودوليا تفعل إلى أن تتصاعد عملية الشروط الإيرانية ومع عدم استفادة مما حدث من متغييرات داخل الولايات المنطقة الأمريكية الخاصة هو أن جو بايدن كان ساعيا هو وإدارته الأمريكية إلى العمل على توقيع الاتفاق بمهما كان الثمن وحتى الشرط الأخير قبل هذا الشرط الأخير هو تغاضى تغاضى عن موضوع برنامج السلحة الفاليستية وتغاضى عن موضوع التمدل للنفوذ الإيراني مما أثر على ما أثر على علاقته مع شركائه وحلفائه في المنطقة العربية لكن بالأخير حتى عملية موضوع رفع الحضر عن الحرس الثوري كان ممكن أن يكون ولكن الضغط الذي حدث داخل مجلس النواب والكونغرس الأمريكي والسياسيين الأمريكان والشخصيات السياسية دفعت جو بايدن وإدارته إلى منع ذلك أن يرفع الحضر عن الحرس الثوري أنا هنا أقول أنه ستستمر الحالة لعدم وجود سياسة سفراتيجية ووجود خلافات داخل أروقة النظام الإيراني وسراعات سياسية أثرت وتؤثر على طبيعة القرارة المتخدم ليس فقط داخل إيران وإنما أبعاده وتحديدا في موضوع المفاوضات ووضحت الفكرة